السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هنشرح طريقة عمل او اشعار داعي في نظام حل. في البداية هنروح على نموذج الارادات. ثم على المدفوع المقدم للعميل. هنضغط على انشاء جديد بعنامة الزائد. نختار نوع المعمل لا ينطبق. وايضا مرجع لا ينطبق. هنروح عند العميل. طبعا احب انوه في حالة ان اخترنا العميل كاستمر حمديا نستخدم كريديت نقطة او شعار داعي مقابل اي اه شيء نطبق لهذا العميل سواء مشروع او لا. لكن في حالة ان اخذنا او عملنا لشعار داعي مقابل جاب اللي هو بروجيكت ففي هذا الحال او مشروع. ففي هذا الحالة ما حمديا نستخدمه الا في هذا المشروع. في الحالة نحن نختاره او نسويه لعميل فنختار شركة الكيان. هنختار اليداع الى الخصومات او العفوة الخصومة هو الاتزامات. نختار المبلغ وليكون عشر الاف. ونوعه كان شعار داعي. في حالة ان نكتب ملاحظة. يمكن المعالج المحاسبية لها. وهذا او القسيمة لهذه العملية. اسم العميل والمبلغ شامل الضريبة. وطريقة الدفع الى اخره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.